بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم على آآ رمز جديد. هنتكلم ممكن على رمز شوية آآ منتشر او ناس كتير آآ بتشوفو وهو آآ رمز دخول السوق. او رؤية السوق آآ بشكل عام. آآ اولا آآ دخول للسوق آآ في المنامة ما يشوف الرأي ان هو في السوق والسوق مليان آآ بضاعة آآ مليان سلع. آآ آآ اولا بشارب بخير. آآ كمان بشارب بسعادة آآ بشارب ببركة. آآ آآ اما لو شاف الرأي ان السوق آآ فاضي مفهوش بضاعة او خالي من البضاعة. آآ فبيبقى العكس. آآ ممكن تدل على معناه ممكن يعيش فيها الرأي. آآ ممكن آآ دول على أزمات آآ مالية. آآ ممكن تكون آآ فشل في حياة الرأي آآ آآ بشكل عام. آآ لما يشوف الرأي سواء رجل او امرأة انه دخل سوق مليان حلويات. آآ سوق الحلويات آآ في المليان من الرمود اللي بتدل على مناسبات سعيدة. مناسبات مفرحة. على آآ زيادة في الخير وآآ ساعة في المعيشة. آآ برضو لما يشوف الرأي سواء رجل او امرأة انه دخل سوق آآ آآ ادوية. آآ سوق الادوية آآ في المنام لو كان هو آآ مريض او آآ يعني بيعاني من آآ مرض معين فآآ بشارة ليه بالشفاء. آآ كمان آآ من الرموز اللي لو كان مهموم او عنده مشاكل آآ وشاف انه دخل سوق الادوية فدي بشارة ليه بزوال آآ معاناة او بزوال آآ آآ هم. اما يشوف الرأي انه هو آآ دخل سوق آآ للدهب. آآ سوق الدهب في المنام من الرموز اللي بتقوله على سدر وعلى عمل آآ صالح. وكمان بشارة بآآ بفرحة او بسعادة. آآ كمان الرجل اللي غير متزوج آآ بشارة ليه آآ بالخطوبة وبالخطوبة من آآ فتاة صالحة. كمان الفتاة كمان لما تشوف انها دخل السوق آآ بتاع دهب فبشارة ليها برضو آآ بالارتباط وبالخطوبة. آآ رؤية الرجل آآ انه دخل آآ سوق آآ لو شاف انه دخل سوق آآ آآ عطارة آآ فبتدل على سعادة وعلى خير وبركة. آآ آآ لو كان متزوج فبشارة لي آآ بخير في بيته وكمان آآ باستقرار. آآ كمان من الرموز اللي بتقوله على سرية صالحة آآ في القريب العاجل. آآ كمان لو كان آآ شاب آآ غير متزوج فبشارة لي آآ بالزويد. آآ دخول آآ السوق اللي آآ اللي هو خاص بالخضور. لو شاف الرجل آآ دخل سوق آآ خاص بالخضور. آآ آآ فده للأسف بتدل على آآ آآ شوية آآ آآ يعني آآ بيسرف فلوسه شوية في مكانها الصح يعني ممكن تدل كمان على بخل شوية. آآ آآ لو شاف الرجل انه هو دخل سوق مش معروف هو سوق ايه آآ آآ فبيكون للأسف آآ آآ ده معاناة هو هيمر بيها آآ آآ عقابات هيمر بيها هموم آآ آآ بشكل عام هيمر بيها في حياته. المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي دخلت آآ سوق السوق ده مليان حلويات. او آآ مليان ملابس او مليان طعام. يعني لو شافت ان هي دخلت آآ آآ يعني سوق في حلويات او سوق في طعام او سوق آآ آآ ملابس. آآ فده زيادة في الخير وكمان بشارب بسعادة. كمان بشارب بسعة في المعيشة آآ آآ بقدوم آآ آآ رزق. كمان بأخبار سعيدة اخبار مفرحة مناسبات آآ آآ كمان سعيدة. آآ آآ لما تشوف المرأة المتزوجة ان هي دخلت سوق آآ آآ للدهب. آآ آآ تخول السوق آآ للدهب من الرموز اللي على السطر. وعلى السمعة الطيبة. آآ كمان لما تشوف انها دخلت سوق آآ دهب فبشارة لها بال بالزرية الصالحة. آآ كمان المرأة المتزوجة لما تشوف انها دخلت سوق غير آآ معلوم او آآ مجهول آآ او فاضي وفهوش بضاعة. كل دي بتدل على آآ بالاسف مشحنات او ازمات هي هتمر بيها. آآ ممكن تدل على خلافات آآ زوجية آآ ممكن تدل على هموم ومعناه آآ بشكل عام. اللفتاء العزباء اما تشوف انها دخلت سوق آآ لو شافت انها تخلت سوق للعطور آآ فدي اخبار آآ سعيدة اخبار مفرحة هي هتسمحها. آآ كمان من الرموز بضل على آآ سعادة وفرحة آآ برضو من الرموز اللي آآ بشارة ليها بالارتباط وبشارة ليها آآ بالخطوبة من آآ شاب ليه منصب وكمان سمعته آآ طيبة. الفتاة العزباء ما تشوف انها دخلت سوق آآ بتاع آآ ملابس. فدي من الرموز اللي بتدل على مناسبات آآ سعيدة. مناسبات آآ مفرحة. كمان من الرموز اللي بتدل على زواجها. آآ برضو من الرموز اللي بتدل على القدوم رزق وساعة في في الرزق وساعة في في المعيشة. وآآ بشارة لها بالنجاح في حياتها آآ بشكل عام. برضو لما تشوف ان هي دخلت سوق آآ معلوم او غير معروف. او انها دخلت سوق فاضي مفهموش بتاعها. آآ فده آآ شوية ممكن تدل على التصرفات آآ شوية تصرفات سيئة. آآ شوية عدم آآ التزام او آآ خلافات هي ممكن آآ تمر بيها في في حياتها بشكل عام. آآ احنا جدا تكلمنا عن السوق آآ بشكل عام. آآ فسرنا اهم الاسواق اللي احنا ممكن آآ نشوفها في المنام. سواء شفنا سوق آآ ملابس او سوق عطور او سوق اعتارة. آآ او سوق آآ دهب. آآ كمان عرفنا معنا السوق الفاضي اللي مفهوش بضاعة. آآ كمان عرفنا لما نشوف سوق مليان بضاعة او مليان. آآ حاجات كويسة. آآ برضو عرفنا معناها. عرفنا معناها كمان للعزباء. آآ للمتزوجة للرجل. آآ بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. آآ لو في اي استفسار او سآل اكتبولي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا